كمان أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تمديد عقد محمد محمود لمدة أربع مواسم خلي بالحضراتكم من الأربع مواسم دول بخلاف الموسم المقبل اللي هو متبقي أصلا من عقده الحالي يعني مدة تعاقد اللعب مع النادي الأهلي حتمتد لخمس سنوات قادمة إن شاء الله جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه طبعا تقديرا لموقف النادي معاه اللي كان مساند نيه طول الفترة اللي فاتت اللي كان مصاب فيها واللي استمرت لما يقرب من عامين كاملين شعر محمد محمود إن مساندة النادي دي تستحق أن يبادر هو بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق وده اللي حصل بالفعل رفض اللعب أنه حتى يتحدث في هذا الأمر مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية تاركا التقدير المالي لإدارة النادي الذي أو التي ترى أن موقف اللعب يستحق التحية والإشادة أكد محمد محمود أن الكابتن محمود الخطيب كان داعم ليه بمنتهى قوة طول الفترة اللي فاتت لا سيما في الوقت اللي كان بيحتاج فيه إلى كل أشكال الدعم والمساندة وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب اتكلم معه كتير بكلام مؤثر للغاية للشد من أزره ومن عزمته طوال الفترة الماضية شيء محترم كالعادة من النادي الأهلي وبرضو امتنان برضو محترم جدا من هذا اللعب وبنتمنى له أكيد كل التوفيق بص النادي الأهلي مهما حصل يعني هتلاقي أنه هو في الأول في الأخر بيدعم أي لعب سوء بالانتقال أو بالعارع يعني هنتكلم هنا عن محمد محمود أو هنتكلم عن باجي هو باجي كان معار زي ما حضراتكم عارفين سنة دلوقتي خلاصت حينتقل للنادي أكيد برضو الأهلي بيتمنى له التوفيق في المستقبل له فساهم يعني اللي أنا عايزة أقوله أن أي لعب بيكون في أعارع أو بيتم انتقاله برضو ده بيكون إلى حد منه بيعكس النادي الأهلي فإحنا بنتمنى التوفيق دائما علاقة طيبة على فكرة مع العيبة كتير جدا تمت أعارتها وتم كمان انتقالها تماما من النادي الأهلي حتى هذه اللحظة الكلام ده بقوله لحضراتكم أكيد يعني حضراتكم عارفين ده يعني فدي نقطة كويسة جدا فكرة الاحترام اللي بيفضل أو الود اللي بيفضل حتى بعد انتهاء التعامل مع النادي ترجمة نانسي قنقر